النهاردة فجمع ثلاث نقاط جديدة كابتن أحمد أربع ماتشات كانت ما بعد التأهل لنهائي دور الأبطال لعبها لأهلي كسب الأربع ماتشات 12 نقطة من 12 نقطة قبل ما يبدأ الاستعداد للتراجي هسألك الأول على المرحلة شفتها إزاي وتعامل كولر معها مرحلة كانت صعبة جدا للنادي خصوصا بعد الأداء المميز في طولة أفريقيا بس في نفس الوقت كان فيه بعض الأنتاج المزبزبة شوية في الدوري أنا كنت شايف أن الأربع ماتشات دولة كان مهمين جدا للجهاز الفني لأن أنت تأجيل الماتشات دا مش حاجة كويسة مش حاجة حلوة أبدا للفرقة لأن أنت الناس بتحسب أن أنا فيه فرق ستة بونتة مثلا وأنا ليه أربع ماتشات مؤجلة أنت ما تمنتش الأربع ماتشات المؤجلين دور ده بيضغطك أحيانا أكثر طبعا فيه ضغط جدا لكن الأهم ده كله وده النجاح لمدير الفني مستكولر في النادي الأهلي الروتيشن اللي بيعمله من بدري ويمكن ده أنا كنت فيه أكثر من مرة أن من أكثر الحاجات اللي بيتميزوا أنه بيعمل الروتيشن في وقت هو مش مضطر ليه يعني بتلاقي كل ماتش تغيير 3-4 لعيب ده عامل حالة مهمة جدا للفرقة عامل حالة إيجابية أن أنت نهاردة أي حد بيلعب مفيش فرق بين ده وبين ده الخامسة وعشرين لعيب أو التلاتين لعيبين مجدين شي بكلهم أساسيين ده نجاح ده اللي كان بيعاني منه النادي الأهلي قبل كده أن السقوات بتاعه اللي بره مزيل لجوه لأن الناس اللي كانت موجودة قبل كده بتعتمد على 13 أو 15 لعيب ده اللي هو مسلماني تحقيقاً يعني ممكن يكون مسلماني أو غيره وده والد على فكرة في الكورة فيه مديرين فنيين بتبقى شايفة أن أنا أعتمد على 15 لعيب أو 18 لعيب دول اللي أقدر أعمل فيهم التغييرات بس لكن مستقلر من بدري من المسم اللي فات وهو بيعمل ده بشكل كويس قوي قوي يعني بجد من الحاجات يمكن أنا حتى لما فكرت أن أنا طلبت عمل معاه المعيشة كان لسببين أول سبب طريقة اللي بيلعب بيها اللي هي 4-3-3 كان اللي هي يعني أنا كنت شاف أنها بتتأدى مع النادي أهلي بشكل مميز جداً وشكل مختلف كل الفرق بتلعب 4-3-3 بشكل ادفاعي أنا كنت شاف أنه بيلعبها بشكل هجومي كبير قوي الاتنين التمانيتين دول بيزودوا على طول يمكن شكل أنت تتلعب رائع أه بالظبط يعني فهي دي كانت تاني سبب أنه بيعمل الروتيشن من شكل كويس قوي قوي يعني أنت رجع كل الضغط مع ضغط المباريات لو أي حد هيعمل غير كده ما كنتش هتلاقي النجاح ده صح أنت بتلاقي نجاح في كل البطولات يمكن أول موسم تقريباً خمس ساعة خمس بطولات من خمس بطولات ده لو لا أن هو معتمد بشكل كبير جدا عن كل اللعبة اللي موجودة أهه المكلمك عن موسم اللي فات لو لا أن هو بيعتمد على كل اللعبة اللي موجودة بشكل كبير جدا مستحيل مش أقولك مستحيل في الكورة أهي بحق الخمس بطولات دول نفس الشيء الموسم ده نفس الشيء في الأربعة مباريات اللي فاتوا مع يمكن النهاردة هتلاقي في ناس مرياحة والمطش اللي قابله كان فيه ناس تانية لأنه أكيد مع هو والجهاز الفني مع مخطط الأحمال اللي موجوده ده يبقى ليه دور كبير جدا في القصة دي إنه هم إزاي بيقسموا وقت الأربع مباريات بما فيهم بطول المباراة النهائية الخمس مباراة دول هو أكيد واخدهم كلهم باكتش واحد كده مع بعض إزاي هقسم الوقت بتاعهم هلاعد ده وقت معين وده وقت معين هتلاقي المباراة كل المباراة مقسمة لتوقيتات ده أكيد باتفاق بينه وبين جامل الجهاز الفني في مية واتنين مباراة مع الأهلي موسيماني أشرك ستين لاعبا أما في تسعة وتسعين مباراة مع الأهلي كلر أشركة تلاتة وأربعين لاعبا حتى هذه اللحظة ده بس كمجموعة من الأرقام تعليقا على الكلام اللي بنتكلم فيه دلوقتي إنما على ذكر ضغط آه آه يعني فيه فرق معني ايوان عايق أنا بالعكس عايز تعليقك الاحصائي دي لما حد يسمعي لك طب ما هو ده موسيماني كان بيلاعب لعبة أكتر لا طبعا مش كده الفكرة في طريقة الروتيشن طبعا طبعا أنا النهاردة إمتى ألعب ألعب تلاتة لعيبة عشان عندي تلاتة مصابين غير إن أنا بلعب تلاتة وأريح تلاتة دي فارق كبير جدا في الكورة تمام هو ده اللي بنتكلم فيه بنقول الروتيشن وأنت مش مضطر ليه ايوان الروتيشن وأنت مقسم وقت المباريات على اللعيبة اللي عندك إنت عندك ثقة في كل اللعيبة ما عندكش مشكلة مين يلعب النهاردة ومين يلعب المباريات الجانب وهنا دي بتبقى أزمة في الأندية الكبيرة اللي كل اللي فيها نجم المدرب بيتعامل إزاي في قصة إقناع اللعيبين إنه هو نفسه يتكلم في المؤتمرات الصحفية كذا مرة إنه مش سهل أبدا إرضاء اللعيبين وإحنا كالعيبة وده برضو الأمانة خلينا نتكلم أنا ده أتكلم يعني أنا هتكلم وأنا لعيب أنا لو أنا بلعب التسعين دقيقة سوري طلعت في الديقة تسعة وتمانين هبقى زعلان يعني أنا لو طلعت في الديقة تسعين باقي دي على مؤهل أزعلان لو لعبت عشر مبارات وجيت المبارات 11 ملتاش عب أزعلان فضيت ضبية لعيبت الكورة لكن الواحد لما ييجي يحط نفسه في مكان المدير الفني لأ أنت بتبص لش كده خلص اللعيب يبص نفسه بس لكن أنت كمدير فني أولاً بتبص النادي اسم النادي بتبص الاسمك بتبص للتلاتين لعيب اللي موجودين فهي دي المعادلة الصعبة لكن لما تيجي تتكلم على لعبة النادي الأهلي مين ما بيلعبش ومين ما بيلعبش اللي هو مش بتلعب خمس دقايق أو بتلعب عشر دقايق لا بالعكس ممكن تلعب مباراة و اثنين وتيجي في التالتة بتريح وتريح مباراة و اثنين وترجع بالعكس ده الروتيشن طبيعي من وجهة نظر لأن ده كان من أهم الحياة اللي منجحها فريق النادي الأهلي المسلم ده والمسلم الفات روتيشن النهاردة أخر الفوز شوية لكنه جاب الفوز في النهاية شفت ازاي الفوز على بلدية المحلة لا طبعا من حقي بالبداية من حقي نادي بلدية المحلة انه قد بشكل كويس مباراة النهاردة وطبعا رأس الجاز الفني احمد عبد الروفي لكن انا مش شايف ان الروتيشن هو السبب بالعكس النادي الأهلي مستحوصول للمباراة اكثر استحوازا اكثر ضياعا للفرص يمكن ممكن يكون في بعض اللعيبة استسهلة الموتش شوية مين اللي حسيت انه مستحوصول للمباراة نتكلم من القاتل الفنية نتكلم على دلع او استهتار ممكن مع ضغط المباراة ممكن ان انت في العيبة عندها ساقة ان انا هكسب في اي وقت دوارج جدا في الكورة وده طبيعي جدا لكن لما تيجي تقيب المباراة بشكل عام لاندي الأهلي كان افضل انت تتكلم في السحواز تقريبا 73% ل27 مزبوط ده دي نسبة كبيرة جدا حتى الهدفين وضيعت اكتر من هدف محقق النهاردة لكن في النهاية في الضغط المباراة دي هاني النتيجة اهم حاجة ده ده المهم ان فعلا النتيجة اهم حاجة مزبوط لكن انا بالعكس انا شاف الروتيشن من افضل الحاجات اللي بيعملها مستاكولر مع مع اخز بالاعتبار وده يعني ان انا ما جيبش النهاردة حد بيلعب في مركز العب في مركز غير مركز طبعا عندي البديل اللي ينفع يلعب دي اللي ممكن يكون فيه اعتراض عليها لكن النهاردة انا بشيل واحد لعيب تمانية بلعب لعيب تمانية عشان روتيشن ده ما عندش مشكلة فيه بشيل سردباك ويلعب سردباك تاني عشان روتيشن ده بالعكس ده مفيد جدا للفرق اي النهاردة عمر كمال عبد الواحد زي الماتش اللي فات بيلعب اللي فات كان اساسي ينزل عمل بانالتي وجاب جول النهاردة سج الجول وعمل الجول التاني بتشوف ازاي الدور اللي بيقدمه عمر كمال عبد الواحد عند مامو للأهل لا انا شايف ان هو اضافة طبعا مهمة جدا للندي الأهل لانه لعيب جوكر بيلعب اكتر من مركز يمكن زي ما انت بتتكلم انه المباراة اللي فاتت كان ليه دور كبير جدا في الفوز النهاردة نفس الشيء يمكن احرز هدف تقريبا وشبه يعني ساعد في الهدف التاني هو تحسب لو اسست طبعا طبعا وضغط المباراة بالشكل ده وانت خسرانه بتكسب في اخر المباراة بالشكل ده فانا شايف ان هو بدأ يبقى ليه دور مؤثر بشكل كبير جدا في الفرقة اممكن مع وجود هاني يبقى ليه بشكل كويس اوي لكن هو عمر عنده ميزة انه بيلعب اكتر من مركز يعني وقت بتلاقيه جناح وقت بتلاقيه باكرايد بتلاقيه سردباك بتلاقيه باكليفت فكل دي عوامل بتخليه بقال ليه دور كبير جدا في الفرقة